اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل إعداد تقارير مهنية وتفصيلية تسهم في تعزيز كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية وتضمن الاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق أنظمة وقوانين ومؤشرات فاعلة ترسخ أسس ومبادئ الرقابة الشاملة وتحقق الشفافية والنزاهة وتؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى اليوم معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث تسلم معالي رئيس مجلس الشورى تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية 2022-2023 بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وكبر المسؤولين في ديوان الرقابة المالية والإدارية وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المعلومات والبيانات التفصيلية التي يتضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تبرز الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها التطويرية مثمنا حرص الديوان على وضع التوصيات والملاحظات التي تشكل ركيزة مهمة في ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية وتسهم في الحفاظ على المال العام وإدارته وفق الآليات التي تعزز مجالات التنمية والتقدم في مملكة البحرين من جانبه ثمن معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المساعي المخلصة التي يبدلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى من أجل تحديث القوانين وسن التشريعات المتوائمة مع مسارات النهضة والتطور مشيدا معاليه بالتعاون الوثيق والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يعكس الحرص والاهتمام على استدامة فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على مختلف المجالات التنموية